تصوير آيفون 12 برو ضد كاميرا محترفة قيمتها تقريبا 2000 دولار من الولها الأولى نشوف أن الكاميرا المحترفة راح تفوز لأن كاميرا الآيفون قيمتها أقل من 200 دولار لو نحسب كل أنواع التكاليف حتى الإعلانات والبين فاليوم راح نعمل كل أنواع التجارب من الإضاءات المختلفة من التصوير المختلف من السيناريوهات اللي راح نستعملها بشكل يومي ورح أخبركم الفرد بين الكاميرا العادية والمحترفة وشو المناسب لك ومتى نحتاج كاميرا محترفة ومتى معظم الوقت راح نقدر نستغنع الكاميرا المحترفة باستخدام الآيفون والخدع اللي راح نشوفها أوياكم في هذا الفيديو بس قبل لا نبدأ إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل فكروا في الشتراك في قناة لأنا دائما نسوي مثل هذا الفيديو أتوقع أنكم تستمتعوا بمحتوى القناة خلينا ندخل في التفاصيل حجم مستشعر التصوير في كاميرا الآيفون صغير جدا مقارنة بالكاميرا المحترفة فهذا يعني لا بتحصل عزل لا بتحصل إضاءة لا بتحصل إشيء في الآيفون لكن بسبب السوفتوير النظام الرائح من شركة أبل والبروسسنج الخارق لمعالج A14 خلى كل هذا يكون مختلف تماما خلينا نبدأ بالفيديو الأول خلينا نشوف مانع الاحتزاز الرهيب في الآيفون وفي السوني الكاميرا المحترفة اللي راح نجربها مع الآيفون شوفوا هذا الفيديو كيف لاحظ في جهة اليمين الاحتزاز واضح ومزعج بعض الشيء لكن الشمس إضاءتها رهيبة لكن الـ HDR على اليسار رهيب جدا طبعا الكاميرا اللي على اليسار فيها مانع احتزاز رهيب هو للآيفون والـ HDR أو الـ Dynamic Range رهيب جدا خلينا نجرب مع الركض لاحظوا في الركض كيف التصوير يختلف تماما في الآيفون هدوء في السوني احتزاز قوي جدا ونفس الشيء في العزل أنا توقعت أنه بسبب المستشعر الصغير في الآيفون ما راح يجيب هذا العزل الرهيب لاحظوا الفرق يكاد يكون منعدم بين الكاميرتين ونفس الشيء في تصوير سلو موشن سلو موشن تقريبا سيء في الآيفون نقدر نقول لأنه يقلل من الجودة وفي السوني اللي يميزها هو العزل لاحظوا هذا العزل الرهيب وعشان كذا معظم الوقت أفضل تصوير الفيديو في الكاميرا محترفة وخاصة مع العدسات الغالية اللي مركبينها في السوني لأنها تعزلك عن الخلفية ومعظم الأحيان الخلفية تكون مزعجة أو تشتت انتباهك على الشخص اللي يتكلم فمثل هذا الفيديو اللي تشوفوه عازل شوي من الخلفية فهذا الشيء اللي أحبه عشان كذا أستخدم سوني لكن الـ HDR مانع الاهتزاز مخلي الآيفون رهيب جدا فأحب الآيفون أكثر من سوني لكن مضطر استخدم سوني عشان العزل في الفيديو ركزوا على هذه الصورتين الفرق كبير في العزل لاحظوا في السوني رهيب جدا لكن الـ HDR في الآيفون أفضل لما نجرب التصوير في التصوير صراحة أنا أحب الآيفون جربت عدة صور كل أنواع سيناريو لاحظوا مثلا في هذه الصورة لاحظوا هذا موغ تقريبا على الغروب لاحظوا الفرق بين الصورتين شوفوا الآيفون الألوان أحلى لإضاءة تقريبا على كامل الصورة رهيبة في السوني لا لازم تحترف وتعدلها في الكمبيوتر عشان تطلع بجودة الآيفون ونفس الشيء الحلو في الآيفون أنك ما تحتاج أنك تبدل العدسات في السوني لازم كل شوي تبدل عدسة والعدسة الوحدة تكلفك أقل شي 500 دولار للكاميرات اللي هالية لاحظوا الفرق بصراحة أنا لو ركبت عدسة فخمة في النهاية رح أفضل الآيفون طبعا الكاميرات المحترفة لو تشوفها على الكمبيوتر رح تشوف تفاصيل أكثر عن الآيفون أولا لأن الميجابيكس الأعلى الدقة والإدتينج أفضل هنا انصدمت بصراحة في جودة تصوير الآيفون خليتها تصور على عكس الإضاءة وهذا أصعب شيء أي كاميرا تسويه في السوني صار كل شيء مظلم إلا الشمس في الآيفون دمج الصورتين إضاءة جميلة جدا للشخص وإضاءة جميلة للغرب وعشان كذا فاز الآيفون في هذا التصوير ما صدقت قوة تصوير الآيفون فقلت رح أعدل الزاوية أي شوي ولما صورت والتقط صورة وجيت أقارنها بينهم انصدمت بالبورتلت الرهيب للآيفون لاحظوا في السوني بدون بورتلت بدون سوفتوير من الفيزيكل لازم يكون أحلى وأفخم لكن في الحقيقة بسبب جودة الـ HDR في الآيفون 12 الصورة كانت بلا منازع في الآيفون أفضل ونفس الشيء لما حل الظلام جربنا التصوير الليلي Long Exposure أو اللي ياخذ لك ثلاثة أربع ثواني عشان يلتقط الصورة لاحظوا هنا لاحظوا كيف تقريبا ثلاثة ثواني لكل صورة لاحظت الآيفون أكثر دقة في التصوير لو تشوفوا لكن جمالية الإضاءة في الكاميرا المحترفة أحلى لاحظوا الليت أو الإضاءة الشارع كيف رهيبة في الكاميرا المحترفة في الآيفون ما تقدر تسويها كذا إلا ببرنامج من الآبستور بعدها قررنا نسوي حركة محترفة جدا والهي تصوير عشر ثواني فصرنا مكان مظلم تماما ولعنا مثل الاسفنج ودورنا فيه مثل ما تشوفوا لاحظوا هذه الحركة الرهيبة شوفوا النتيجة كيف خيالية تصوير خيالي لكن للأسف هذا تصوير خيالي في الكاميرا المحترفة فقط الكاميرا المحترفة تتميز عن الآيفون أنه عندك كل التحكم أي إضاءة تريدها راح تقدر تضبطها في الكاميرا المحترفة لما جينا نسوي نفس الصورة للآيفون صورنا يمكن عشر محاولات لاحظوا كيف طلعت أبدا مش مثل الكاميرا المحترفة فالجميل في الكاميرات المحترفة أنك تتحكم بكل صغيرة وكبيرة فالكاميرا المحترفة تعطيك خيارات أكثر تقدر تستفيد منها في أي نوع من التصوير الآيفون عبارة عن كاميرا أوتو معظم الوقت حتى لو تحكمت فيها ما راح تعطيك بكل التفاصيل اللي تحتاجها لكن الآيفون يفوز في الـ HDR يفوز في التصوير الليلي بدون مانع احتزاز في الكاميرا المحترفة تحتاج ترايبود عشان تصور بدون احتزاز في الآيفون بسبب اللايدار سنسور بسبب المستشعر الرهيب ما راح تحتاج ترايبود عشان تصور وشوفوا هذه النتيجة الرهيبة بين الكاميرا المحترفة وكاميرا الآيفون 12 لما صورنا بدون ترايبود على حصن الخندق في البريمي لاحظوا التفاصيل الجميلة في الآيفون وبعد التعديل البسيط طلعت خرافية لما انقارن بالكاميرا المحترفة نلاحظ الصورة السوفت لاني ما حاطت ترايباد لكن لو حطيت ترايباد وصورت بالكاميرا المحترفة وديتها للكمبيوتر وعدلتها في الكمبيوتر راح تطلع احلى من الآيفون فباختصار الآيفون جميل جدا للناس السريعين اللي ما يبوي يعدلوا في الكمبيوتر اللي ما عندهم ترايبود الايفون يتفوق على الكاميرا المحترفة حتى لو قيمتها 2000 ريال لأن معظم التصوير راح يجيب لك يا الايفون سابقا كنت يقول الايفون تصويره رهيب جدا إلا في الليل في الظلام أبدا ما ينفع بسبب المستشعر الصغير فالحين أقولكم لا المستشعر الصغير مع A14 مع معالج والإضاءة أو تقنية تصوير الإضاءة الليلية صار الايفون ينافس وبقوة التصوير في الكاميرات المحترفة حتى الكاميرات اللي قيمتها 2000 ريال أعماني أو 500 دولار أمريكي فباختصار مانع الاهتزاز في الايفون ما بتجيبه أي كاميرا محترفة إلا إذا كان عندك مانع الاهتزاز هذا الكبير بالإضافة تصوير الـ HDR اللي هو قادر أنه يجيب لك صورة كاملة إضاءتها ممتازة مش إضاءة كثيرة ولا ظلام كثير لا يوازيهن بشكل مثالي هذا ما أحد من الكاميرات المحترفة تقدر أجيب هذه الطريقة إلا إذا جبتوا ترايبات صورت خمس صور كل صورة إضاءتها مختلفة بعدها شليتها بالكمبيوتر وسويت لها بروسسنج هذه الحين بتنافس الآيفون وبقوة يعني راح تفوز أكيد بالإضافة سهولة تبديل العدسات في الآيفون تقدر تختار ثلاث عدسات تتصور عدسة واسعة تقريب أو العادية في السوني أو في الكاميرا المحترفة بشكل عام لازم تبدل العدسات وكل عدسة قيمتها أغلى من الثانية وفي نهاية تحتاج شنطة وانت طبعا معظم الوقت لما تطلع مطعم تطلع مكان تطلع مسافر ما يخلصك تشل هذه الباكيج كلها فأنا أشوف خاصة في جيل الهواوي ميت برو فورتي نوت توانتي الآيفون 12 برو كاميرات الموبايل أفضل بكثير من الكاميرات المحترفة إلا إذا كنت يوتيوبر إذا كنت الشخص مهتم بالرزوليوشن أو تصورها على رأس تصور أفراح يكون مهنتك تصوير فتحتاج كاميرا محترفة لأنك تعطيك تكنترول كامل على طريقة التصوير والرزوليوشن يكون أفضل بكثير ثانيا بيكون عندك كمبيوتر تعدل كل الصورة بكل تفاصيلها في الآيفون الأشخاص العاديين الأشخاص المحترفين اللي ما يخلصهم يستغم الكمبيوتر اللي يريد صورة بورترة جميلة جدا اللي يريد مانع اعتزاز جميل اللي يريد صور ليلية على الشارع ومبنى أو شيء بدون أي ترايباد بدون تعب الآيفون أو الجوالات الأخيرة لهذه السنة صراحة مسكتات قويات جدا أنصح فيها بقوة ومن بينها الآيفون 12 و12 برو و12 برو ماكس كلهم رهيبات راح نعمل مقارنة بالكاميرات الآيفون 12 و12 برو و12 برو ماكس فيه فرق كبير راح أشرح لكم إياه خاصة مع الماكس في هذا الأسبوع فلا تنسوا الاشتراك إذا كنتوا جدود ولا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله أتمنى أن أفدتكم في هذا الفيديو شكرا للمتابعة والدعم للكلام الجميل والسموحة أخرت عليكم الأسبوع الماضي كنتم مسافر إلى دبي فما قدرت أصور الفيديوهات شكرا ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة